بنكمل بقى الاستعازة في هذه الحلقة أيضا كيف نستعيذ انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا أن التحصنات القوية جدا جدا اللي تحمينا من أي لبوابات نجمية ولا رمضيين ولا أي حد ليه لأن أنا معايا الله وإذا كان الله معايا فمن عليه فانظروا بقى إلى روعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعوذوا بكلمات الله التام ماتي من شر ما خلق قالها سلاصة مرات وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والساميع العلي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال من قال ذلك في الصباح لا يضر شيء ومن قال ذلك في المساء لا يضر شيء وهذا حبيب المصطفى الذي لا أنطقه على الهوى أعطاني مفاتيح التحصنات أعطاني مفاتيح النصر أعطاني مفاتيح العزة الكرامة أن أتحصن بالله وأحتمي بالله ثم يأمرنا صلى الله عليه وسلم ويقول أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة من كل شيطان وهمة الهمة دي بقى حاجات تخرج من الأرض ورمضيين حاجات نازلة حاجات راحة حاجات أنا متحصن بالله أنا مع القوي فمن يكون عليها أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان شط عن الحق وهمة ما قالش هنا أعوذ بالله من الجن الصالح لأن الجن الصالح يدافع عننا ويقف معنا ويتعلم في دروس الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى ومنهم من يدرس في الجماعات الإسلامية وفي الأزر الشريف والله وأقسم بالله فإحنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قول أن إحنا نقول أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله الله مش بعبد من عباد الله على الأرض أعوذ بكلمات الله التامة كلمات الله التامة هي كلمات الله تبارك وتعالى التي لا تنفد يعني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد من البحار لن تنفد كلمات ربي أنا بقى باستعين بالله تبارك وتعالى بهذه يعني أنا مش عايز أقول لا الألاف عشان ما حدتش بأسماء الله تبارك وتعالى جميعا بأسماء الله تبارك وتعالى جميعا أستعين بيها وأستغيث بيها وأتحصن بيها أعوذ بكلمات الله التماتي من كل شيطان وهمة ومن كل عين لما ومن كل عين لما ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بس أنا بقى ما عودش أقول لي ده بصولي ده عملولي ده بصطلي ده كده يبقى الإنسان مريض أنا دوري إيه أنا دوري أن أنا وأنا خارج أتحصن بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يناد عليه أن هديت ووقيت وكفيت وتنح عنه الشيطان يعني ما أحدش يقدر عليه لا ما أحدش يقدر النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم نديت مين اللي بينادي الملائكة الحفظة الذين يحفظوننا من أمر الله بينادوا أنا بس مجرد مجي خارج من البيت أو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي يقول نودي أنهديت وكفيت ووقيت وتنح عنه الشيطان يا حبيبي يا رسول الله كلمات بسيطة جدا جدا إنما فقط حصنات قوية جدا 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 وإحنا بنستسهل نلاقينا حفظين الأغاني وحفظين المسلسلات وحفظين اللي مش عارفة إيه إنما أعوز بكلمات الله التامات ولذلك أي حد بيتكلم في أي حاجة شوفوا في ناس ماتت وكلباتهم هي الموجودة على النت دلوقتي فيه لي بيعلم الناس وفيه بيصقف الناس وفيه يعني بيأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى وفيه بقى حد تاني عمال يدعو للمعصية وعمال يدعو الكذا وعمال يدعو الكذا شوفت أول مبارح أحمد حرقان وهو بيتكلم عن يعني تفسير القرآن وعمال يقول كلام مش كويس وأقسم بالله أحمد لما قعد معايا قال لي أنا عندي وسواس قهري أنا مريض بالوسواس القهري أنا وانا نايم بشوفني بصلي وبشوفني بعبد ربنا وشوفني على طاعة لله أول مصحة وأقسم بالله قال للتشبيه اللي هاقوله لكم دا قال لي فبصحة على كبوس رهيب اسمه الإلحاد وأقسم بالله أحمد قال لي كده وأحمد داني باعتبروا ابني يعني ودايما أذكره بالله وبالعودة بس هو مريض هو مريض بالوسواس القهري والوسواس القهري دا بيجي لداف العقيدة وبيجي لداف الوضوء بيجي لداف في كلمة علي الطلاق وبيجي لداف في كذا وبيجي لداف فالوسواس القهري موجود بأنواع فهو مرض وموجود ولو علاجه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكسر من لا إله إلا الله وحده ولا شريك ولوله الملك ولوله الحمد على كل شيء قدير النبي قال مئة مرة خلي أي واحد عنده أسواس قهري يحافظ على هذا الذكر يوميا لا يستطيع أي أسواس قهري أنه ينتصر عليه بحال من الأحوال فنيجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل عين لم نتحصن بكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس كما شرحت قبل ذلك